وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ الحمد لله رب العالمين القائل وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ والصلاة والسلام على خير الأنام القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أيها الأحبة الكرام وإن من مكارم الأخلاق الحلم الحلم من مكارم الأخلاق والحلم هو ضبط النفس عند هيجان الغضب ويؤدي إلى الطمأنينة عند ثورة الغضب وقد جاء في القرآن الكريم الحث على كظم الغيظ فقد قال سبحانه وتعالى وهو يصف عباده المتقين بعد أن دعا إلى المسارعة إلى مغفرة منه سبحانه وتعالى فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فذكر من صفات المتقين الذين أعدت لهم جنة عرضها السماوات والأرض الكاظمين الغيظ هكذا يرغب الله سبحانه وتعالى في كظم الغيظ لأن فورة الغضب توجد عند كل إنسان لكن هناك من يستجيب لها فيظهر أثر ذلك في اللسان ربما ينطلق بالسب والشتم واللعن وربما يزيد على ذلك فيتطاول على الآخرين بيده وربما يزيد حتى يصل إلى القتل والعياذ بالله لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه رجل يطلب منه الوصية قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب كررها ثلاث مرار ليؤكد له أهمية عدم الانسياق وراء غريزة الغضب وكلنا يغضب ولكن علينا أن نتأمل في تبعات وما يمكن أن يحدث من الغضب وأيضا في ذات الوقت نتذكر محاسن الأخلاق التي يجزى عليها العبد ثناء وحسن سيرة في الدنيا وأجرا ومثوبة ودرجات عند الله سبحانه وتعالى فيكون ذلك داعية للعبد أن يلجم غضبه وأن يتصف بخلق الحلم والله سبحانه وتعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أيضا مما يعين أن يعرض الإنسان يجهل عليك إنسان فلا تغضب أنت تعرف نفسك يسبك ويقول فيك ما ليس فيك فأنت لا ترد عليه بل تعرض عنه ولا ترد الإساءة بمثلها بل ربما ترتقي إلى ما هو أعلى وأعظم وهو رد الإساءة بالإحسان وهذا أيضا مما دعا إليه القرآن يقول سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وهذا دليل على أن الشيطان يستغل هذه الغريزة ويجعل إنسان ينساق وراء الغضب ليوقعه في معصية الله سبحانه وتعالى وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الذي قال فيه ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب السرعة يعني الذي يسرع الناس بقوته قال ليس هذا الشديد إنما الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب وبيّن صلى الله عليه وسلم فضيلة كظم الغيظ فقال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ما هو الجزاء دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيّره من الحور العين ما شاء فهذا فضل الله العظيم فعلى المسلم أن يحرص على خلق الحلم فإن الحلم شأنه عظيم وهو سيد الأخلاق وهو دليل على كمال العقل وسعة الصدر وامتلاك النفس وهذا الحلم أيضا من صفات الله عز وجل التي ينبغي أن يتصف بها العبد ومن آثار الحلم أنه يمنع كثيرا من الشرور ويؤلف بين القلوب وينشر المحبة ويبقي الأواصر على ما هي عليه من تواصل بين الناس نسأل الله العظيم رب العاشر العظيم بأسماءه الحسنى وصفاته العلاء أن يهدينا لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنك لعلى خلق عظيم اشتركوا في القناة